بونجوغا توس او جودو ان شاء الله نحاولو نشوفو الاطار المرجعي لمادة علوم الحياة والارض لهد السنة هادي وصورتو عن اعلم خاصة نركزو في هد الجهاوي دونك الدرس الاول اللي كنا بدينا به في الدورة الثانية كان لسيستام نغفو الجهاز العصبي شنا ربعا دي النقاط اساسية شنا السنسيبيتي كونسيونت ليه الحساسية الشعورية او الحواس الخمس شنا متخسيتي فولانتغ ليه الحركة الارادية شنا متخسيتي انولنتغ ليه الحركة الارادية وشنا بخاتكشون دي سيستام نerve ليهو القاية الجهاز العصبي ف ف خدي نغدر marchي للدرس الثاني اللي شفنا في الدورة الثانية كان لسيستام مسكولير ليهو الجهاز العضلي فشفنا فيês estractور دي مسكي سكوليتيك اي بنية العضلة الهيكلية AND 브�行يس لسيستام مسكولير ليهو القاية الجهاز العضلي شفنا للميكروب الاميانيتي بالضبط شفنا الدرس ديه أول درس يعني بنسبة للمناعة شفنا للميكروب اللي هو درس الجاراثيم شفنا أمينيتين سبيسيفيك اللي هي المناعة غير نوعية اللي فيها لغاياكسيون انفلاماتواري الضاهرة دي الفاغوسيتوز شفنا أمينيتين سبيسيفيك المناعة النوعية بالضبط إموغال السلولار شفنا بخوتكسيون دي لاباكسيون دي لقيات الجهاز تناسولي فغادي نطرق لابراميار باتي غاستيجيون دي كونيسونس تيرداد المعارف دائما هو الجزء الأول اللي كان بداو به في الجيهويات فبنسبة لغاستيجيون دي كونيسونس إلا جينا نشوفو هاد الجدول السيداد المعارف يمكنو أن يكون على شكل دي كسيون أشواء ميوتيبل بحال كسائم يعني اختار إجابة صحيحة من الأجوبة لغادياتوهم يقدر يكون دي كسيون أالترنتيف بحال غري أو فو صحيح أم خطأ دي كسيون أأباريمن دي كسيون أرابنس كورت إجابة قصيرة بحال يعني التعارف بحال لجن دي أن شيما أو أن غرافك لكناسس دي تيوري دي لوا دي ترم سونتفيك أكس ترى دونك هنا بالنسبة لسترداد المعارف أول حاجة غادي نطرق لها هي لسيستام نغف الجهاز العصبي غادي نعرف شحال استرداد المعارف غادي تعتم النقطة فهناك هاتبين جوج فاصيلة خمسة اللي هي جوجونس بنسبة لنقطة دي استرداد المعارف بنسبة لدرس دي الجهاز العصبي بنسبة لجهاز العضلي أتعطي نقطة ونص هنا بنسبة للميكروب والميكروب 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 في ميكروب يقدرو يجبدوهم كاملين يقدرو يجبدو جوج منهم يقدرو فميم توتال دي الأخر دي النقط اللي غادي يكون على الجزء الثاني دي الميكروب ودك الشي هي ربعة دي النقط إلا جمعنا جوج نقطة ونص بنسبة لسيستام نغفو السيستام مسكولار عندنا هنا ربعة دي النقط وإلا جمعنا ربعة دي النقط دي الميكروب والميكروب الوميكروب فتوتال سيكون تمنيه دي النقط دائما استرداد المعارف كيكون عليها تمنيه دي النقط لكم مثال يقدرو يتعطى مثلا لديفنسيون بحال السلول نغفوز تعرفو الخليل عصبية بحال فيبرمسكولار بحال فاغوسيتوز وبيان مام يعني هادو غير أمثلة وبيان مام يقدرو يتعطى غمبليغ لشيما ديال السلول نغفوز يعني تعمرو رسم تخطيطي ديال الخليل عصبية يعني العناصر اللي فيها ولقع تعمرو الميكرو السكولاتي كالعضلة الهيكالية العناصر اللي فيها دونك يقدرو يتعطى مثلا أنكم تذكروا مثلا دي دانجي كي مناص لسيستام موسكولار وبيان نغفو يعني شي خطر مثلا يصيب الجهاز العصبي والعضالي يقدرو يتعطى مثلا أمراض مثلا ديال لابغاي جينيطال ويقول لكم صل بسهم وإكس تغو يعني من الأحسن أنكم تخدموا الجهوية بشها كتاخدوا فكرة غادي نتقل الجزء الثاني ديال المتيحان ريزون من سيونتيفيك أي كومييكاسيون أي خيط أي غرافيك هادو غادي نجمعهم حي دائما في الجزء الثاني كي تعتعليه 12 نقطة في التوتال فغادي نشوف الأهمية ديال درس ديال الجهاز العصبي لسيستام نغفو أنشوف يعني واش عندو بزاف ديال نقطة أو لا لا كان لحظة هنا بأنه غادي تعتى 3 نقط أونس زائد نص نقطة اللي هي 4 ديال النقطة تقدر على سبيل المثال في الدرس هذا تعتلكم واحد الوضعية مشكلة تقولوا مثلا سبب شلال اليد اليسرى أو اليمنى لشخصين ما يعني هنا جبدو الهمسفير سريبرال دروات والغاوش والمطرس دور ديالها يقدر يتعتلكم تحق دو لتحق دو لتحق دو لتحق دو لنفل نرف صنزتف والمطر يقدر يتعتلكم أنكم تومد دير واحد لشيما جبدو فيها العنصير ديال لامطرس تحق دو انволونتر كون تحق دو ان رتح رابي دو لاما اثناء القيام بحركة لا ايرادية يعني يسحب اليد بسرعة يعني تومد ديرو حد للشمات جبدو فيها العناصر مثلا لابو كوندكتور سونزيتيف موال أبينيا اكستر دونك هذا غير مثال فهنا يلا جيت نشوف الاهمية ديال هالدرس يلا جيت نجمع يعني النقط ما بين جزء اللول والجزء الثاني كان نحط بأنه في التوتال عندي ديال نقط انس اللي هي 33% من هاد الامتيحان هذا يعني دار بحل جزء تقريب يعني مهم لسيستام نغف فهنا بنسبة الدرس الثاني اللي هو لسيستام مسكولار بنسبة الدزيان باتي اللي هي غزون من سيونتفيك اي كوميكاسيون اي كريت اي غافيك نقط نقط زائد نص نقط اللي هي في التوتال زوج ديال نقط هن غا يلا دار يقدرو مثلا يتوكم شيجدول مثلا في الانرجي ولا نقدرون غا لك 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 ديال او رجال de CO2 و غلوك لك يعني العضلة في حالة نشاط في حالة راحة يعني اي حال كتسهلك تقدر واحد لك كمparaison على سبيل مثال دونك اكس تر دونك هنا يعني في التوتال المجموع ديال درس تاني سواء بنسبة الجزء اللول ديال سرداد المعارف ولا الجزء التاني ديال ريزول مان سيونتفي كوميكاس جدا في التوتال الكامل غايكون اليه تلسة ديال نقاط انس بنسبة الدرس تاني يعني حدو تلسة ديال نقاط انس فإلاج مات الدرس اللول اللي هو لسيستام نغفو مع درس ثاني اللي هو لسيستام مسكولار هنا اللي عندي ست نقاط انس زائي تلسة نقاط انس كنوصل لعشرة ديال النقاط في التوتال غادي انتقل لميكروب الومينيتي هاد الجزء هذا ضروري بالصف وعلي عشرة ديال النقاط في التوتال فكما قلت أنا ديجا هدرت على الجزء اللول اللي غادي تحتفيه لقيت لكم سرداد المعارف فهنا عندي ربعة ديال النقاط يعني تقدر تكون على سبيل المثال دا علامة اكس على اجابة صحيحة يقدر يقول لكم موازي سور ديوبان عفن الخبز مثلا وش هو فيروس وبين بكتيري وبين شامبيون ميكروسكوب يقدر يعتوكم ضاهرة ديال الفاغوسيتوس بنسبة للاسيتاب ديال الفاغوسيتوس اكس اترا فغادي انتقل الجزء الثاني ديال الجهاوي يعني اش حالة لهم النقطة غازون من سيونتيفك اي كوميوكاسيون اي خيت اي غرافك هنا خمسة زائد نقطة اللي هي فتوتال ستدي النقطة تقدر تكون وضعية مشكلة كتهدر على الفئران كتقدر على دور ديال السيروم مثلا السيروم إلا شفنا قضاء على لاتوكزين وبقي الفقر حي هنا كنقول بأنه عنا استجابة مناعية خلطية إلا كلمفوية تتهي إلا تقضاء على لاتوكزين كنقول استجابة مناعية خلوية اكستر ديالش اشفنا بزب ديال الجهويات ضروري خسكم تخدمو جهويات فهنا اليومينيتي هذي ضروري تركزو فيها عليها 10 ديال النقط وهنا نكون وصلنا ل20 نقطة في total